هو المطار الرئاسي حيث الاستقبالات الخاصة بالوفود الرسمية وكبار الشخصيات السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في استقبال فخامة الرئيس غزالي عثماني هنا بمطار لعوينة بالمطار الرئاسي في بداية استقبالات الوفود المشاركة والتي أبت إلا أن تشارك تونس في فرحتها وفي هذا المجمع الاقتصادي وهذا المحفل الاقتصادي الكبير هنا على أرض تونس وهذا الجسر الممتد بين اليابان وبين القارة الإفريقية وبين تونس بطبيعة الحال هذا ما يقتضيه العرف وهذا ما تقتضيه النوميس الدبلوماسية والاستقبالات رئيس الجمهورية في استقبال ضيفه المبجل السيد غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر طبعا في استقبال رسمي بحضور كبار الشخصيات من وفدي البلدين حديث ولقاء واستقبال يعني في مستوى ضيوف تونس وفي مستوى ما خصور لتونس من اهتمام ومن تقدير ومن تبجيل بحضورهم على أرضها للمشاركة في مؤتمر تيكاد الثمانية حفل وموكب استقبال بارز ويليق بقيمة الضيوف وبقيمة الرؤساء بطبيعة الحال أكثر من خمسين دولة ستشارك بوفود رسمية من أعلى مستوى في مؤتمر تيكاد الذي تحتضنه البلاد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من هذا الشهر هي حفاوة الاستقبال مشاهدين الكرام وهو كرم الظيافة الذي تقتضيه مثل هذه التظاهرات وتقتضيه أيضا العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع تونس بالدول الافريقية الشقيقة والصديقة وبمختلف ضيوفها وبدولة اليابان التي باذرت بتنظيم هذا اللقاء الهام وهذا المؤتمر الدولي الكبير الذي استعدت تونس له كما يجب على جميع المستويات العاصمة عاصمة جزر القمر العاصمة موروني وعدد سكانها حوالي تسعمائة ألف نسمة هي دولة متكونة من أربع جزر وتقع على مشارف المحيط الهندي جنوب شرق القارة الافريقية طبعا جزر القمر هي دولة معروفة بأنشطتها الاقتصادية مثل الزراعة والصيد البحري وكذلك الثروات الغبية الموجودة في هذا البلد جزر القمر من بين الدول التي تحقق نموا مضطردا نهزة 2.2% بطبيعة الحال ويعمل حوالي 80% من سكان جمهورية جزر القمر في قطاع الزراعة وهذا القطاع يساهم بنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي ومن أبرز طبعا المنتجات الزراعية المصدرة من جزر القمر القرنفل وزهرة البلانج وجوز الهند وهي زراعات نوعية في هذا البلد هي فكرة عن هذه الدولة الشقيقة التي يحل رئيسها ممثلا لشعبها هنا على أرض تونس في المطار الرئاسي وفي استقباله رئيس الجمهورية قيس سعيد وطبعا في استقبال رسمي يلق بضيف تونس وبضيوف تونس الذين سيحلون اتباعا هنا في المطار الرئاسي للمشاركة في هذه الندوة الدولية الهامة تيكاد ثمانين طبعا تحية عضاء الحكومة التونسية من قبل ضيف تونس المبجل رئيس جمهورية جزر القمر فخامة الرئيس غزالي عثماني بطبيعة الحال هناك وجود وحضور لمختلف الشخصيات الرسمية لتحية الضيف أيضا الوفد الوزري والطاقم الدبلوماسي لجمهورية جزر القمر هنا من أجل أيضا تحية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وكذلك هي فرصة لتوطيد العلاقات الثنائية وكذلك تمتين مستوى التعاون بين تونس وجزر القمر رئيسها أول رئيس يعني يحضر للمشاركة في هذا المؤتمر إضافة إلى توافد العديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء مجالس الشعب وكذلك ممثلي الدول على مستوى وزراء الخارجية للمشاركة في المؤتمر وهذا إن دل على شيء فهي يدل على مدى الاحترام الذي تكونه هذه الدول لتونس وللتعاون أيضا مع اليابان في إطار ثلاثي بين الدول الإفريقية تونس اليابان إفريقيا هذا البعد الثلاثي المتميز الذي سيكون حافلا في قرة حافلة بالأنشطة وحافلة بالموارد وحافلة بالأفاق أيضا الاقتصادية على مختلف المستويات حفل وموكب استقبال لرصبي بطبيعة الحال موكب استقبال لتحية ضيف تونس المبجل فقامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر ترتيبات بورتوكولية في مستوى الاستقبال بطبيعة الحال وذلك قبل يومين من انطلاق هذا المؤتمر وهذه الندوة الدولية الهامة للتنمية في إفريقيا محادثة ثنائية محادثة الوصول والاستقبال وحرارة الاستقبال بين رئيس الدولة وضيفه رئيس جمهورية جزر القمر طبعا هي فرصة لتعميق العلاقات وأيضا لإجراء محادثات ثنائية ولي استكشافي واستشرافي أثاق أوسع وأرحب للتعاون بين تونس وجزر القمر دولة في شمال القارة ودولة في طبعا جنوب شرق القارة هذا هو الجسر هذا هو التواصل وهذا هو اللقاء بين تولف القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها من أجل تمتين أصص الشراكة وهو العنوان الرئيسي لمؤتمر تيكاد ثمانية إذن هذا رحاب مطار العوينة الرئاسي بطبيعة الحال والآن الدخول إلى القاعة الشرافية للمطار الرئاسي وسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وضيفه الرئيس غزالي عثماني فخامة رئيس الجمهورية جزر القمر الآن في جلسة ثنائية بخضور وفدي البلدين ومواصلة المحادثات وموكب الإفريقية